ترأس الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اليوم ترأس الاجتماع الحادي عشر للمجلس بحضور سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزيرة الصحة وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزير شؤون الأعلام ومعالي وزير النفط وسعادة رئيس الأمن العام وسعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وفي بداية الاجتماع نقل معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الى أعضاء المجلس قديرة وإشادة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بالجهود المتميزة للدفاع المدني وتعامله الاحترافي مع الحريق الذي شبه مؤخرا في أحد المباني قيد الانشاء بضاحية السيف والذي تمكن الدفاع المدني من أخماده بعدما وصل للموقع في وقت قياسي في ثلاث دقائق وتعامل مع الحادث بحرفية عالية رغم الظروف وظروف الطقس وسرعة الرياح في حينه والتي وصلت إلى 35 عقدة وقد ثمن معالي وزير الداخلية ما يتمتع به الدفاع المدني من جهازية والسعداد تمكنه من أداء مهامه بأعلى درجات الكفاءة وخلال الاجتماع أشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة طلبت من منظمة الصحة العالمية إجراء مسح يتعلق بمدى العلاقة بين أبراج الاتصالات والصحة العامة على أن يتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات المعنية للعمل على إنجاز هذا المشروع وفي ختام الاجتماع أعرب معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر